متتبعي قناة مكتبة التهليم يا مرحبا بكم في صفحة رقم 44 من درس بماذا يتميز الحيوان العاشب لكن قبل ذلك سنقوم بتذكير لأهم ما رأيناه في الحصة الماضية فقد قلنا بأن اللواحم الحيوانات اللاحمة تتميز بخاصيات مشتركة منها تناول أغدية من مصدر حيواني إذن فاللواحم تتناول أغدية من مصدر حيواني أي تتناول اللحم لها نظام أسنان كامل ومكيف مع النظام الغذاء اللاحم ويتميز بوجود أنياب فأنيابها طويلة وحادة لتمزيق اللحم وأدراس من شارية مسننة ومن شارية لتقطيع اللحم وقواطع صغيرة تكشط بها اللحم إذن فهذه خاصيات اللواحم إذن نلاحظ الصورة ألاحظ الصورة وأعبره إذن نلاحظ في الصورة واحد القرن ونلاحظ هذه الطفلة تعطي لواحد القرن بعض النباتات أو بعض الأعشاب إذن فواحد القرن هو حيوان عاشب يأكل العشب إذن سنتساءل ونكتب ما هي الخاصيات المشتركة للحيوانات العاشبة كوحيد القرن إذن ما هي الخاصيات الخاصيات على متسفان فالحيوانات العاشبة لها قواطع وأدراس فقط إذن لها قواطع قواطع وأدراس ننقلنا بأن الحيوانات اللحمة نظام أسنانها كامل أما الحيوانات العاشبة فنظام أسنانها غير كامل لتوفرها فقط على القواطع والأدراس أختبروا أبحثوا في وتائق عن نظام ووظائف الأسنان عند بعض الحيوانات العاشبة فقلنا نظام الأسنان عند الحيوانات العاشبة فهو غير كامل لماذا لتوفرها فقط على قواطع قواطع لقبض وقطع العشب وأدراس لسحق وطحن الغذاء وبغياب الأنياب كما قلنا وهذا النظام أي نظام أسنان الحيوانات العاشبة مكيف مع النظام الغذائي العاشبي ألاحظوا جمجمات البقرة وأكتبوا الأسماء المناسبة للألقاء أدراس قواطع قضيب عظمي كفة قرنية إذن نبدأ بالرقم واحد لاحظوا الرقم واحد فهذه هي القواطع إذن واحد قواطع قواطع البقرة قواطع الرقم اتناني إذن اتناني فهذه هي الأدراس إذن أدراسه البقرة أدراس ثم ثلاثة 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 قضيب عظمي إذن قضيب عظمي قضيب قضيب عظمي قضيب عظمي أما أربعة إذن أربعة فأربعة كفة قرنية إذن كفة قرنية إذن للبقرة قواطع وأدراس وقضيب عظمي وكفة قرنية إذن في الفك العلوي ليس لديها قواطع وإنما لها كما قلنا كفة قرنية ولاحظوا شكل وموقع أسنان البقرة ثم أملأ الفراغ بما يناسب القواطع كبيرة وغير موجودة في الفك العلوي إذن القواطع كبيرة وغير موجودة في الفك العلوي وتعوضها منطقة صلبة تسمى إذن في الفك العلوي تعوض القواطع ماذا هذه المنطقة الصلبة وتسمى بالكفة القرنية تسمى كفة كفة قرنية إذن بلاست القواطع في الفك العلوي نجد كفة قرنية غياب ماذا لنلاحظ غياب كما قلنا غياب الأنياب إذن غياب الأنياب مسطحة وكبيرة إذن المسطحة والكبيرة فهي ماذا فهي الأدراس أدراس بين القواطع والأدراس لاحظوا القواطع والأدراس إذن بين القواطع والأدراس توجد منطقة خالية إذن نلاحظ هذه المنطقة الخالية من الأسنان العليا والسفلة إذن خالية من الأسنان العليا والسفلة تسمى إذن الرقم 3 قلنا قضيب عظمي تسمى قضيب قضيب عظمي ثم أحدد أدوار أسنان البقرة سحق العشب اقتلاع العشب إذن القواطع والكفة القرنية تساعد على ماذا والأدراس مختصة في إذن القواطع والكفة القرنية تساعد على اقتلاع العشب إذن تقتلع البقرة العشب بالقواطع بالقواطع والكفة القرنية على اقتلاع اقتلاع العشب والأدراس مختصة في ماذا في سحق العشب مختصة في سحق في سحق العشب مختصة 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 إذن تتغدى مع النظام مع النظام الغذائي العاشب مع النظام الغذائي العاشب نظام أسنان غير كامل قلنا لماذا لأنها تسوفر فقط على القواطع والأدراس يضم قواطع وأدراس بدون أنياب فالأنياب للحيوانات اللاحمة بدون أنياب مع وجود قضيب عظمي قلنا القضيب العظمي يوجد ما بين القواطع والأدراس في الفك في الفك السفلي القواطع كبيرة وحادة تمكن من مسك من القواطع تمكن من مسك أو قبض وقطع العشب من مسك وقطع وقطع العشب إذن قلنا القواطع كبيرة وحادة تمكن من مسك واقتلاع العشب أو وقطع العشب الأدراس كبيرة وكيف هي ومسطحة إذن كتبنا اقتلاع سنكتب مسطحة تمكن من طحن تمكن من طحن الأعشاب والحبوب نمر إلى المعجم إذن قضيب عظمي قضيب عظمي باغ أوسز باغ أوسز نضيف هنا باغ أوسز أوسز من طحن سنشتب الإجابة الخاطئة لنبين لا ديفيرانس الاختلاف بين جمجمة الحصان إيسل جمجمة البقارة إذن لاحظوا جمجمة الحصان فللحصان نلاحظ قواطع في الفك العلوي وقواطع كذلك في الفك السفلي له أيضا أدراس أدراس وقواطع في الفكين معا في حين البقارة لديها قواطع في الفك السفلي فقط أما في الفك العلوي فقلنا لها كفة قرنية إذن إذن الحصان قواطع في الأعلى والأسفل فصحيح لاحظوا البقارة النابلغ قواطع لا في الفك العلوي ولا في الفك السفلي فهذا خطأ فقلنا البقارة لديها قواطع في الفك السفلي فقط أما في الفك العلوي فلها كفة قرنية العبارة الخاطئة أو الجواب الخاطئ هي الجملة الثانية ليس لها قواطع لا في الفك العلوي ولا في الفك السفلي وهذا خطأ فلالبقرة قواطع في الفك السفلي أما الحصان كما نلاحظ في هذه الصورة هذه زين سيزيف أو إي أمبا يعني له قواطع في الفك العلوي وفي الفك السفلي وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 44 نلتقي في الصفحة رقم 45 أو غفوة